جعل فصل الشتاء بنحتاج فيه بيتامين سي كتير فبقت البرتقال واليوسفي واللمون والحاجات دي تزدهر بالشتاء برتقالة في اليوم سواء تاخدها كاملة أو تاخدها على هيط عصير أنا بفضل أنك تاخدها كاملة بالألياف بتاعتها لأنه دي برضو بتحسن الجهاز الهضمي وجود الألياف فيها فيه مثل زمان كانوا بقولوا أنا أبل بير داي كيف سأدكتور أواي طفاحة في اليوم تمنعك من زيارة الطبيب أنا بعمل موديفيكيشن تحوير لهذا المثل بتخليها برتقال أورانش بير داي برتقالة في اليوم كيف سهارة دكتور أواي بتمنع الطبيب القلب فيه أكل تاني ينشاور عليه للناس فيه حاجات كتيرة جدا في الشتاء يعني كلما كنا أقرب إلى الطبيعة والأكلات البسيطة يعني الفواكه كلها بقى نعد مثلا التين مفيد جدا الرمان مفيد جدا الحاجات مثلا زي الزيتون وزيت الزيتون ده مفيد جدا الخيار ده مفيد جدا الفراولة مفيدة جدا كل الحاجات دي فيها مواد مضادة للأجسدة بتمنع ترسب الدهون على الشرايين التاجئية وأيضا تساعد في الوقاية من جلطات القلب وأزمات القلب فرجعنا للطبيبة وبعدنا عن السمنة سواء السمنة الصناعية أقول لهم السمنة طب والزبدة يا دكتور يا حبيبي الطريق إلى العالم الآخر مدهون بالسمنة سواء سمنة بلدي أو زبدة أو سمنة صناعية دي بتزحل على طول الأخرة فعايز تتبعد عن هذا الطريق حاول تتجنب السمنة بقدر إمكان يقول لك طب الزيت الزيت حلو جدا بس فيها لتي يبقى طريق يعني الزيت لو مس النار تهدرج وتحول إلى سمنة فيه إحصاية وحشة احنا بنحب يبقى لنا ترتيب ونفسنا المنتخب ياخد ترتيب في المقدمة لكن احنا مبدين ترتيب للأسف احنا وباكستان أو البلدين في العالم في استهلاك السمنة الصناعية فلذلك أزمات القلب عندنا زادت ويمكن مبادرة الرئيس بتاعة 200 مليون صحة كشفت الأرقام بقى الناس اللي عندها الضغطة عندنا أرقام مزعجة من مرضى الضغط حوالي 30% من المصريين في العاصمة عندهم البالغين ضغط الدم مرتفعة ده نتيجة الأكل السيء الأكل وضغطات الحياة وعدم الحركة والنمط الغذاء احنا قلنا والحالة النفسية الشاي مفيد زي الأهوة الشاي مفيد لكن أقل من الأهوة لكن هو برضو يفيد شريطة أنه نسيب مساحة زمنية يعني لازم على الأقل نص ساعة بعد الغداء لا ينفعش تحبس وانت يعد على ترابيزة الصفرة بالشاي لأنك هتضيع الحديد هتبقى عندك أنيميا لذلك هتلاقي ناس كتير يقول لك الأطفال معرفش أقول له يا حبيبي ما تدلوش الشاي في الفطار كده سيبوا بعد شوية لما يأكل الحاجات البيض اللي هو فيه الحديد اللي هيغزيه أو الزبادي أو الفكهة تفحية كل الحاجات دي هتساعده على نمو الحديد عنده الطماطم برضو بتحسن مفيدة على الأطفال بعد كده الشاي سيب له نص ساعة الشاي مفيد فيه موضتات للأجساد أيضا مفيد للحالة المزاجية مفيد للوقاية من الزمانات القلب طيب